لم يعد أصحاب القرار يكترثون لهذه المشاهد بعد ست سنوات على الحرب على اليمن والحصار المطبق عليه أغلق العالم عينيه وتحولت الأمم المتحدة إلى شاهد عاجز عن الحراك واقع دفع طلابا أوروبيين أتوا من دول أوروبية متعددة من إسبانيا وإيطاليا والسويد وسويسرا لعرض مشاهد المأساة اليمنية لعلها تذكر الدول المائة والأربعة والتسعين المجتمعة في إطار الدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بأن في اليمن شعبا يواجه الموت هذه الأزمة مستمرة منذ ست سنوات من دون أي أفق للحل ونحن نحاول رفع الوعي حيال هذه الأزمة ونأمل بشدة أن تبدي كل الدول اهتماما بتقديم الحلول ووقف هذه المشاهد القاسية هناك الكثير من الصراعات التي تجري حول العالم وأعتقد أن تغطية هذه الصراعات تركز على بعض هذه الأزمات فيما تتجاهل أو تقلل من أهمية أزمات أخرى كأزمة اليمن رفع الحصار وفتح مطار صنعاء شعار معرض الصور التي ملأت ساحة الأمم المتحدة المجتمع الدولي لا يضغط من أجل الحل والمشكلة هي أن هذه الدول تدعي أنها تطلب السلام ولكن كيف لك أن تطلب السلام فيما تواصل بيع السلاح للأطراف وتسمح بقتل الناس بهذا السلاح المعاناة اليمنية تضاعفت خلال العامين الماضيين بعد خفض مستوى المساعدات إلى أقل من النصف مع شرط سعودي بألا تغطي مساعدات الرياض القسم الشمالي من البلاد لمبالاة المجتمع الدولي بالأزمة الإنسانية في اليمن دفعت هؤلاء الطلاب الذين قادموا من دول أوروبية متعددة إلى تحرك هنا أمام المقر الأممي ورفع الصوت عالي المطالبين برفع الحصار المفروض عن اليمن وبإعادة فتح مطار صنعاء إنقاذا للشعب اليمني موسى عاسي جنيف المياني